السلام عليكم إزاي الحال؟ معكم دكتورة سارة أنا والله اليوم دار أتكلم عن حكاية الحرب الإعلامية والنفسية ضد الجيش السوداني اللي هي للأسف يعني قايدينها سوداني وفي كثيرين جداً أنت تتكلم معاهم وتناقشهم يقول لك دجيش الفاسدة اللي ما بعرف قياداته فاسدة ومؤدلجة ومسترق والحاجات دي يعني وده مباررهم لموقفهم ضد الجيش وفي أحيان كثيرة وفي أحيان كثيرة وفي الحقيقة هم قلوب مع الجنجويد والدعم السريع بس ما قادرين يقولوها بالواضح كده لأن بصراحة يعني مخجلة في الوضع أن إحنا فيه ده إنك تجيب وقفة زي دي لحاجة مخجلة يعني ولكن ما علينا دم موضوعية السنة في الحلقة دي أنا يا جماعة عوزة أوضح بعض الأساسيات للتفكير السليم في المواضيع أيش ده مؤسسة سودانية؟ قطاع من القطاعات السودانية ده القطاع العسكري والسودان ده ليه عشرات السنين ما كان فيه أي قطاع ماشي صح لا فيه لا قطاع زراعي لا صناعي لا مالي لا ما فيه قطاع من قطاعات الدولة السودانية كان ماشي صح ولحد دي أسعلي كلها مصابة بأمراض الفساد والمحسوبية والعمالة والتهاون وسوء الإدارة وكل أنواع المشاكل والأمراض اللي ممكن تصيب أي من هذه القطاعات وتؤدي إلى تهالكة وكذا ليه نحن كبشر عندنا مخ نتوقع إن الجيش السوداني بتعنده اللي هو كقطاع من قطاعات الدولة وإدارة من إدارات الدولة مؤسسة ليه نتوقع إنه يكون هو الوحيد اللي ما مصاب بهذه الأمراض يعني أنا عاوز الناس يفكروا فيه كده بس يعني في الحتة دي ليه نحن نتوقع إنه هذا القطاع هيكون تماما تماما بالرغم من انهيار أي حاجة حوله نعم الجيش ده مليء بالمشاكل زيه وزي أي قطاع آخر ولكن ده لا يمنع إنه هذا الجيش هذا الجيش اللي بيحارب دلوقتي بإسم البلد هو السبب الوحيد والسد الوحيد اللي بيننا وبين انهيار الدولة السودانية التام ده الماسكة الدولة دلوقتي ده الموحيدة لو انهار هذا الجيش لما انحميتي طلع فجر يوم خمستاشر داكا خمستاشر أربعة ها؟ وقال نحن استلمنا السودان لو كان صدق في جملة دي كنا انتهينا كنا انتهينا خلاص السودان استلمت جنجويد وأي ستيت انت دلوقتي معترض عليها الحالات بتاعت القتل والتنكيل والاقتصاب والتشريد والنزوح الحاجات الحاصلة دي كلها اضربة في عشرة وأي زول نزح وطلع بر البلد ينسى تماما انه هيرجع تاني لبلد اسمه السودان دلوقتي في امل الان في الوضع بعد سنة من الحقوب والمعارك والكلام ده في امل انه الناس دي ممكن ترجع لبيوتة ولغراها ولحلالة ولبيوتة ممكن في امل لانه الجيش بيتقدم دلوقتي في مستوى المعارك وفي انتصارات كده والحمد لله لكن على الاقل على الاقل يا جماعة يا سودانيين هذا الجيش قدر يمسك البلد ما انهار لو كان انهار كان تنسو حاجة اسمه السودان خلاص ما كان فيه حاجة اسمه السودان خطة كانت موضوعه جاهزه حميتي يمسك البلد ونجي ينقسمه زيه وزي الكيكة اللي بتلا مع النادي وكله يغليم يمشي في جهة ويسيطروا علينا الجنجويد وأعوانهم الخارجيين دي اللي يجوا يسفوا البلد ويستولوا عليها ويعملوا مشاريع ويستفيدوا منها ونحن كمواطنين نشوف لينا شغلة تاني فكروا فيها كده انسوا شكاية انه الكيزان دي لا يجيش ولا الجيش ده فيه فاسدين وفيه كله بكتفق معه كله ده حاصل ولكن ده لا يعني انه انا ها اجيف ضده في الوضع ان نحن فيه ده الوضع ان نحن فيه ده هذه المؤسسة المتهالكة هي اس القصة كلها هي اللي ماسك البلد وفي اللحظة دي ما في سلطة اخرى غير سلطة هذا الجيش وانا صراحة بالرغم من انه عندي تحفظات على كل الوقات الفوق دي وعلى طريقتهم في دارة الامر ولكن اسكريا اسكريا صراحة كليتنا الحربية دي اثبتت انها رائحة لانه شوف الناس دي بالرغم من كل الضغط اللي كان عليهم من المواطنين ولحد دي السع وكل التكالب على هذا الجيش السوداني الجيش لم ينهار ورغم انه ما كان مستعد الجيش ده في الاول كان ما عنده اي استعداد بالمناسبة ولكن مسكوا البلد تماسك الجيش ودي الوقت نحن في حالة هجوم في الاول كانوا في دفاع وكانوا بيملموا في اطرافهم ودي الوقت في حالة هجوم بيحاولوا او كل يوم والحمد لله بيعملوا في انتصارات عشان يرجعوا البلد دي لاهلا يا جماعة يا جماعة يا جماعة ما كل مرة الناس تنقاد وتنساق ورى مشاعره في التفكير أنسوا قرهكم للكيزان وأنسوا قرهكم للحيات دي وفكروا في انه ده واقعنا في اللحظة دي أطلع من الستيت بتاعت السياسة وممارسة وأنا بكره ما ممكن لا ممكن ليه ما ممكن ما دي بلدك اللي كانت هتروح في ستين دا هي دي الحاجة التانية انه طالما انت كسياسي بتحاول تحكم على هذا الجيش من خلال الأمراض والمشاكل اللي فيه يعني ما قد لا يمغطرقوا ما عندهم وطمية وما عندهم شخصية كلامات الكثيرة اللي بتدقال دي ليه انت ما توجه نفس العدسة بتاعت التفكير دي التفكير النقد دا ليه نفسك كسياسي هل نحن السياسين او ما يسموا انفسهم بسياسيين هما بالحقيقة سياسة دي انا عندي فيها راي لكن ما يسموا انفسهم بسياسيين وطالعين ونازلين بيتحدثوا باسم هذا البلد وما عفزوا الوكرهم عشان يعملوا كده هل هما خالين من المشاكل هل هما فعلا هذه الأمور اللي بيعملوا فيها دي وكل هذه الجهود اللي بيبزلوها هل هي فعلا نابعة من سياسي مؤمن ومحب لهذا البلد وبقضية هذا البلد هل انتو ما عندكم يعني مشاكل في نفسكم بحيث انو انتو بيقيتوا اتباع لآخرين بيملوا عليكم تقول شنو وما تقول شنو هل انتو فيكم دي الوقت قائد رشيد قادر قوي عند رؤية حقيقية لإخراج هذه البلد من اللي هي فيها ولا انتو كل يوم الصباح بس تجيكم فكرة أو يرسلوا ليكم فكرة تمشوا تنفزوه ابقى يا سادة يا كرام انتو لا فيكم قيادة رشيدة ولا فكرة عبقرية حقيبو علينا ولا نحن قادرين نسق فيكم كفعلا ناس قلبهم على البلد دي ودارين يطلعوها عشان مصلحة المواطن السوداني وليس عشان مصلحتهم وكذلك انتو ما عندكم قدرة انكم تتواصلوا مع هذا الشعب المكلوم وتوروه فعلا انكم مواقفين معاهم في خندق واحد في الكارثة اللي هو ماري بيها يقول لها دي قدرات السياسي الحقيقية السياسي الحقيقي والقياد الحقيقي بيعمل كده يقول لا بافي فإبقى انتو قبل ما توفتوا وجهوا عدساتكم دي وانتقاداتكم للجيش السودان اللي هو دي الوقت ماسك جمر القضية كلها ها وبيقاتل وبي صامد عشان البلد دي تفضل واقفة وجهوا الكلام اللي نفسكم بالأول اي انسان صادق بيقعد مع نفسه وينتقد نفسه بنفس الطريقة اللي بينتقد بها الاخرين نحن لو عاوزين ننظر لإصلاح هذه البلد ها عشان تنصلح وتمكى صح وتمشي صح ها أول حاجة نبطل التعنت ها اللي ما عنده معنى إذا تغيرت الظروف اللي حولك مفروض تغير تفكيرك ده اللي هو دي المرونة اللي نحن عاوزينها من الناس الحكماء ها اللي مفروض يقودوا هذه البلد لبرى الأمان لكن انت قاعد كده بالتعنت والتصلب بتاعك ده أنا بكرح الكيزان يبقى أي حاجة فيها كيزان ايه الكلام الفاضي ده ما في زول بيحب الكيزان ما في زول بيحب الكيزان وأنا مثلا أستيع بتكلم عن الجيش ما معناها انه أنا كوزة ولا دائرة الكيزاني ولا بحب الكيزان كلنا عارفين الكيزان سوي شون بالبلد دي لكن إذا انت بتنظر لإصلاح أول حاجة أنظر لأن البلد ما تنهار قبل ما تفكر أنك حد صليها كيف يعني أول حاجة أنظر إنه ما تنهار يا جماعة أعقلوا وما تتابعوا الفارغة وما تتابعوا أي زول بس لأنه في يوم من الأيام طلع له لايف ولا كتب له مقال في جريدة معناته دزول واعي وحاكيم تفكروا بينا في سكو تفكر براك نحن أسح في الكارثة نحن فيها دي هل الناس دي بيتكلموا بخطاب فعلا بيخاطب القضية دي فعلا بيخاطب قلوبنا ونحن دايرين من ال إن إحنا دا الوقت دايرين الجيش ينغزنا من الوضع أن نحن فيه دا دا لنحن دايرينه كمواطنين سودانيين هل الجماعة السياسيين دي اللي بيقول لك جيش دي بيخاطبوا في نفس ال بيرسل لك نفس الرسالة دي أدوك إيحاء إنهم واكفي معاك فكروا 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 شكرا لكم شكرا جزيلا فكروا 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 فكرواها